ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول غريبة جدا بسم الله الرحمن الرحيم نركز في الآن دي غريبة جدا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين ربنا بيحدث أهل الدنيا أو في التفسير كانوا أهل النار ربنا عافين لكن هما كانوا عايشين في الدنيا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين عادتوا قد إيه في الدنيا بالسنين واخد بالك فهما يقولوا قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين فإحنا نرد بالأيام لكن ربنا يقول قال إلا بثتم إلا قليلة لو أنكم كنتم تعلمون لا دا العمر صغير أوي 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 اللي عايزة أقولها يا جماعة احنا بنشيل هم وهم وغم وحزن ونكد وقرب وديء وأمور كتير أوي ومصائب وأمور كتير أوي مش عارفين هتعدي ولا لأ وأمور كتير أوي أوي لكن أنا عايزة بشارك بحاجة أنت في الفلاش باك أنت في مشهد الأعادة أصلا يوم القيامة خلص والجنة خلصت والنار خلصت وده دخل وأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ربنا عافينا ويوم القيامة خلص بأحداث فأصبقية علم الله الموضوع منتهي فأنت في الفلاش باك أنت في مشهد الأعادة زي ما تيجي تتفرج على فيلم تلاقي نفسك في مشهد الأعادة الأمر منتهي أصلا الأمر مع الله منتهي شايل هم إيه وشايل مشكلة إيه ومصيبة إيه كده كده الأمر منتهي عند ربنا كل ده مشهد أعادة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقولك بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرعه موضوع منتهي من زمان إن ذلك على الله يسير ليه يا رب لكي لا تأسوا على ما فاتكم تزعلش على اللي فات ولا تفرحوا بما أتاكم وما تفرحش على اللي جاي وما تخافش من اللي جاي ومشاكل بكرة وقربات بكرة والقلق بتاع بكرة أجماعة الدنيا دي فانية دنيا جاية من دنو لو كانت تسوي عند الله جناحة بعودة معسوكة يا كافر منها شربت ماء الأمر عند ربنا منتهي سيدنا نوح ماشي كده في المقابر فلاقى ستة عجوزة جدا جدا بتعيت يقول لها يا عيابها العجوز ما الذي يبكيكي بتعياتي ليه بتقوله ابني توفى وما بلخش من العمر 300 سنة قال لها وما هتعملي إيه لو تأتينا في أقوام في آخر الزمان لن يبلغ أعمارهم الستون والسبعون عام اللي هو أحمد فسألته سؤال غريب قوي قالت أو هيبنونا بيوتا يا الناس دي هتبني لسه عندها وقت هتبني قال بل يبنونا القصور بل يبنونا بيوت والكصور ويتطاولونا في البنيان بص الرد بقى قالت غفلاء حمقاء والله لو أني فيهم لقضيتها ساجدة 60-70 سنة ولسه هبني وعمر وشطب وقصور وبيوت الأمر منتهي يا جماعة الأمر أسرع مما تتخيل اسأل أي حد أكبر منك قوله أنت عمرك بس حكيلي عمرك اللي 40-50-60-70 سنة قولك أنا تسرقت في عمري أغلى حاجة تملكها في حياتك يا عمرك وهي أسرع حاجة في الحياة كل التوقعات كل الأفكار وكل اللي بيحصل يقولك أن العمر هو أغلى حاجة هو أصرع حاجة في الحياة عشان كده يا جماعة احنا شايلين هم الدنيا لكن لما تيجي تكرر من الدنيا جنب الأخرة تلاقي الموضوع منتهي لو شلنا هم الأخرة تلاقي موضوع الدنيا خلاص ربنا يحلهولك أي حاجة العلماء يعلمون أن أي حاجة جنب الانفينيتي سفر قاعد عيش قد إيه 60-70 سنة قدام الأخرة انفينيتي سفر وحياتك سفر العمر منتهي أصلا لكن المشكلة الكبرى مش في الدنيا كل مشاكل الدنيا محلولة مصير الوقت تجربة وقت مجرد وقت آخر وأعظم مشكلة حبابين حلين يا تفرج وتتيسر يا لقدر الله تموت فالموضوع انتهى لكن المشكلة الكبرى ان احنا ما نعرفش نعد على الصراح مشكلة الكبرى ان احنا ننزل القبر من تسئل الثلاث أسئلة بعد درس تالت عدادي وتاني عدادي ما نعرفش رد هنا في الدنيا كل حاجة محلولة هناك مش كلها مفيش حاجة محلولة فعيش في الدنيا صح حشان تموت صح انت النهاردة فوق بكرة هتبقى صحة كل حاجة في الدنيا الى زوال كبورنا تبنى ونحن ما تبنى يا ليتنا تبنى قبل ان تبنى انت كل عمر عمرك ده كل يوم بيفوت يا ابن أدم انما انت بعضه أيام اذا ذهب يوم ان ذهب بعضك عمرك ده كله كده بيجري مش هتحس بيه فجأة هتغمى بينك تفتح تلاقي نفسك ستين سبعين سنة فجأة تلاقي نفسك بتقابل وجهك كريم عمرك اغلى حاجة في حياتك انت النهاردة فوق بكرة تحت مش ضامنين اي حاجة مش ضامنين اي حاجة فمتشلش هم اي حاجة والمهيمن هو الذي يسيطر على كل الاحوال فبيقولك ما تخافش انا مأمنك ومحدش هيقدر يجي جابك فانت بتتعامل مع اله كريم عظيم جدا 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 يا جماعة ملخص ضد دنيا ان الدنيا دي اصغر واقل مما اي حد يتخيل سؤل سيدنا ادم لما جاله ملك الموت فقاله صف لنا الدنيا قال انما الدنيا كالدار سيدنا ادم عاش ما عاش فقال انما الدنيا كالدار وكأني دخلت من بب وخرجت من بب هي دي حال الدنيا